بشكل عام عندنا بشكل عام عندنا بشكل عام عندنا رائب بشخصيتي. الله يستر. أسئلتك نسواني كتير. كيف يعني؟ يعني كل الأشياء الخصوصية وأسئلت النسوان أنت اللي بتسألها. أنت ما أخذ الصوت تبعهم. أنا مغل أسئلت الناس أنا. بس أنت ملفك ما شاء الله كتير كتير. الله ملف تحقيق الله يستر. روز أنت شخصية مصيرة للجدل يعني. يعني بالعالم العربي وبالسعودية خصوصا. نوعا ما يعني. يعني دايما الأضواء عليك مسلطة ودايما روز روز روز. أنا بدي يعني أسأل الأسئلة اللي هي بتنسأل أو الناس بيسأله أو كذا إلى آخرين. أول بيخطر عباله بس يسمع روز أو شيء. اسمك الحقيقي روز؟ لا اسمي الحقيقي روان. روان. روان شو العيلة؟ أبو زيد. أبو زيل. أبو زيد. روان أبو زيد. روان عبد الله أبو زيد. وكيف رحت على روز؟ أول ما بديت تقريبا 2011 بديت بالسوشال ميديا وكان وقتها السوشال ميديا مو شي كبير. يعني كان أصلا ما في أحد يطلع بالسوشال ميليا السعوديات خاصة. فلما طلعت غيرت اسمي عشان يعني تستنج. فصعب أني أطلع باسمي الحقيقي أول شيء. فطلعت باسم روزانا. روزانا. كنت أحب اسم روزانا فقلت يلا قريب من روان يعني ما بعدنا كثير. فطلعت بروزانا وصاروا الناس يختصروا اسمي باسم روز فكملنا على روز يعني اختصرته. أين كنت بوقتك؟ بالسعودية. كنت بالسعودية. كنت بالسعودية. لما بديت كنت بالسعودية. بلشت بالسعودية. بلشت بالسعودية. وكملت شغلي هناك. ويمكن الزواج اللي خليك تركي لهم. طبعا يعني ما حترك أهلي وأروح. أكيد بعد الزواج يكون عندي حرية التنقل أكثر. روز كيف تربيتي أنت يعني كيف البيئة اللي تربيتي فيها يعني أهلي كل وضع. أنت من الرياض. أنا أصم المدينة. من المدينة. عشت بالشرقية نص عمري ومن نص الثاني في الرياض. فعشان كذا اللهجة ما أخذ من كل مكان. كيف كانت تربيتي كيف كيف كنت كيف البيئة اللي عشت فيها. ما كانت بيئة متشددة يعني كانت مو أبا مايندد ولا متشددة عادية. يعني نلبس اللي نبغى وكذا بس إنه استل احترام يعني ما نطلع خارج. خصوصا بوقتها كان لازم يعني هذا مفروض. يا يا. مش متل على. وقتها أي. وقتها يعني أكيد وقتها مفروض يعني ما نقدر نطلع مثلا مو لابسين حجاب أو شي لا. كنا نتحجب وكشي بس على حسب يعني أوقات نتلثم أوقات نفتح وجهنا على حسب الوضع يعني. وين المكان. يعني أنت هلا إليك بأمريكا تقريبا شي عشر سنين. عشر سنين. أنت ممنوعة أنت ممنوعة تفوت على السعودية أو تروح على السعودية. لا لا هذه من الإشاعات اللي طالة. خبرية يعني خبرية. يعني خبرية. من كل الخبريات اللي طلعت هذه واحدة من الخبريات. السبب عشان أنا ما رحت سعودية من ألف من ذاك الوقت يعني صار لي وقت طويل. من عشر سنين. نعم. فالسبب أنا قلته بالسوشيال ميديا لما عدلت في فيستي كان السبب من الفيزا تبعي حق أمريكا. فكان السبب من أمريكا ومو من السعودية. فكان الفيزا لأني بدلت فيستي بأمريكا فالفيزا كانت تعطوني إيها ورقة يعني ممثبتة بالجواز. صحيح سمعت عنا. فقلتها أردي لما سويت فيلوغ باليوتيوب أردي شافوا البروسس كيف كان قادة عدل فيستي فمو مشكلة من السعودية نهائية. أبدا يعني. طب هلأ أنت في دبي. أنا في دبي. لا مش بالسعودية. شوف أنا أقول لك ترى أنا كلهم وحتى متابعين يعرفون أنا تاريخ 12 السنة اللي فاتت كالمفروض أني أكون بسعودية. وكل الترتيبات وكل شيء وحتى الشركات كلهم يعرفون أنه شهر 12 أنا جاية. بس من مشكلة ما أقدر تكلم. بس في بروجيكت إن شاء الله بإذن الله رح يكون بنهاية السنة هذه. ليس في نهاية يعني تقريباً قريباً من نص السنة. يبغوني أني أروح في هذا الوقت عشان ما يخرب الشو اللي حروح وتابعيني يشوفوني وكذا. يجب أن تعملي شيء كثير كبير بدخلتك للسعودية. لا تريد أن تكون دخلتك عادية. بضبط. فأنا اضطريت أني أجل مع أني مرة كنت متحمسة وكل شيء كان مخطط أنه شهر 12. بس كل تأخيرة فيها أخيرة وإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله بتمبسطون بالشيء اللي محضرته لكم. روز أنت جريئة يعني هذا اللقب يطلق عليك وأنا شفت أنا بشوف عندك جرأة يعني كفتاة سعودية كثير يعني عندك جرأة. جرأة بحدود الاحترام. اللبس الحياة. اللبس شف في فرق بين اللبس أنا بالنسبة لي فاشن. إذا لبست مثلا طالع جسمي طالع بطني اللي هو هو ستايل هو فاشن. مو معناته إذا أنا مثلا لبست جريئ معناته أنا مثلا غير محترمة أو شيء زي كذا. إيه بالضبط فأنا بالنسبة لي ستايل هو مجرد يعني اللبس مجرد ستايل فاشن على حسب وخاصة أنا لما أشتغل أشتغل مع الدزاينرز العالميين. فبالنسبة لهم ما عندهم أنه لا والله أنا ما أقدر ألبس كذا لا والله ما يعني هذا لكي اللبس مخصص لكي أنت. تعودتي على هذه الحياة اللي هونيك. تعودت على الحياة الهناك ومجال شغلي أنا عارضت أزياء فأنا يعني أعرض دزاينات حقتهم لبسهم. فهذا مجال شغلي. طب أين بتأخذك الجراء باللبس يعني لحديت وين. تشوف يعني أكيد أكيد في حدود يعني أنا ما حق يعني حقترق الحدود. بس أنه بالنسبة لي مثلا بكيني واللونجري ما ألبسهم يعني دزاينرز أو قالوا لي مثلا نبيك تعرضينهم. هذا نهائيا ممنوع ليش. إذا أعرض عليك مبلغ. لا 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 الفلوس ما تغريني. يعني ما مستحيل أغير تفكيري أو شي معين عشان الفلوس. طب شو رأيك بهول اللي بيقولوا أنا مهري وكذا وفلوس ووصص من النوع اللي هم كل هدفهم بالحياة الفلوس. نرى كل واحد حر طريقة تفكيره بس أنا أشوف أنه ما أقيم نفسي بفلوس لأني مو سلعة. أنه سلعة انشرة. أنا والله سعري كذا لا أنا ما لي سعر. أنا لو بقيم سعري ما ما في سعر أصلا ينحط عشان أنشرة عرفت. فأحس أنه كل واحد له طريقة تفكير بس أنا بالنسبة لي ما أأيدها يعني. ما أأيد أن يحط الرقم لنفسي. طب أنت يعني صار المشاكل لأصص الطلق من زوجك وهي هاي دي سببت لك متاعب. سببت لك هاي أمور يعني شربكتك شربكت حياتك شوي. شو صار بالموضوع أنت ما بدك تحكي فيه وأنا بعرف أنه بس أنا بدي لأنه هذا السؤال بده ينطرح يعني. بس اللحظة اللي هاي نحكي بشكل عام عن الموضوع. شوف أنا نفسي ما أحبت كلام عن خصوصياتي حياتي الخاصة وشي دور فيها. وخاصة حاليا لأنه قضية الطلاق لا زالت مستمرة يعني. أبعض ما طلقت. لا 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 أنا خلعت طلاقي بالسعودية بس بأمريكا القضية لا زالت مستمرة. صار لها تقريبا ثلاث سنوات ولسه موجودة. لازم يكون في موافقة من اثنين يعني. لا بس أنه يعني أي قضايا في العالم مو حلو أنك تتكلم فيها قبل ما تخلص. فإنه عشان كده أنا أفضل أني ما أتكلم لي ما تخلص القضية. طيب أنت عشت في أمريكا وعشت في هذه الأجواء ومحسب ما نشوف أصحاب وأصدقاء. والآخر وبعد هذا الطلاق. ممكن يكون عندك بويفريند مثلا؟ ممثالك أصدقاء؟ أنا أصدقاء من رأسك. أي من رأسي طبعا من رأسي. أي من رأسي. أشوف الحب شي ضروري في الحياة يعني. وخاصة أنا بعد زواجي وطلاقي وكذا يعني. هالمرة أبغى الزواج عن طريق الحب. ما أبغى زواجي تقليدي. هل كانت تقليدي زواجي في الأول؟ فعشان كده إن شاء الله إن كنت تسمع أخبار قريبة. يعني ما أحد يعرف. والله. ما ندري. يعني أنا بس كده. لا أنا أصدق أنه أنت ممكن يكون عندك بويفريند يعني بدون زواج. الآن شو بدك هالأسئلة أنت. لك شو خاصك؟ لك لا أنه أنت عايش بأمريكا وعايش بأوضاع وأصحاب ورحلات وبحر ومبحر وأجواء. وصهر وما صهر وكذا. يعني وأنت عم تقليل إنه عايش بأجي. إذا جاء النصيب ما حقول لا. خلص. عطيتك الجواب. إذا جاء النصيب. إذا جاء النصيب ما رح أقول لا. ممكن يكون أمريكي من غير دينك؟ ما ندري وش يصير. وبعدين إذا مو غير ديني اللي بيحب يغير دينه العيوني. آه يعني أنت بتشترت عليه أنه غير ديني. نعم لا لا. مستحيل أن أتزوج واحد ما يغير دينه. والله براوة عليك. يعني بعد عندك. لا لا عندي. تصر عندي قيم ومبادئ. أنت ويجتراكم. عندي قيم ومبادئ. نعم لا أكيد. ما طلعت من توبك كبنة عربية ومسلمة؟ لا مبادئ موجودة. يعني الناس المشكلة أن تشوفني منفتحة باللبس. فتحس بأنه أنا خلص يعني ما عندي مبادئ. أنا عندي مبادئ ولازلت محافظة عليها يعني ما غيرتها نهائيا. شو هي مبادئك؟ يعني ما في شي محدد بس في أشياء أنه لا استرلي يعني أنا لنحين يعني أنا بأمريكي. بس في مبادئ ما غيرتها موجودة للحين. يعني ما أقدر أحدد لك شي معين لأنه ما في شي يحضرني الحين. بس مثلا بالنسبة لي أنه لو بتزوج واحد أحترم كل الأديان طبعا. بس لأنه بدينا أنه لازم المسلمة تتزوج مسلم. يعني أوكي أنا ما بغى أتزوج عربي. وانت أنت الناس اللي حقتت علي. ما بغى أتزوج عربي بعد أنه لش حطيت براسك هذا الوسط. إنه ليش العربي يعني أنه ما بدي أتزوج عربي. كلمي إن أنت تزوجت مرة واحدة. مش تبيني أتزوج عشر مرات عشان أقرر أحكم. يعني من هذه التجربة اللي صارت معك بتقولي أنا ما بدي أتزوج عربي. أنا ردات عليك بهذا الموضوع. أنا بعرض أنك ردت عليك. وقالت لك إنه قداش الرجل العربي على فكرة يعني أنا عم بحكي هذا الموضوع. مش لأني رجل عربي. بس أنا حسب عمري وخبرتي بالحياة وخبرتي اللي أنا عم شوفه أصحاب اللي. لبرة ما بتلاقي مثل الرجل العربي على فكرة بكرمه بأخلاقه بشهامته بغيرته بحنيته بطيبته. كل هايدي الصفات يعني اللي عم قلك بيوفاءه بإخلاصه. قداش هو محب وقداش هو بيحب العيل وقداش بيقدس وقداش بيحترم. نحن على فكرة وأغلبية النساء للعساب ما ياخدين هايدي الفكرة. دايماً بيقولوا إنه الرجل الأجنبي هني ما شافه. أو يمكن أنت شفته ما بعرف كيف حكمته أنت. بس في ناس كتير ما شافوا كيف هن الجان كيف يعيش وكيف إلى آخرها. كرمال هك بيحكموا أو بيطلوا هيدا الفكرة. بعدك عند هيدا الفكرة أنه أنا ما بدي أزوج لغة العربي. شوف تعميم لغة الجهالة أكيد أنا ما حعمم. وأو والله كل الرجال بالشرق الأوسط مكويسين. لا طبعاً كل المكان في الحياة فيه الزين وفيه الشين. بس أنا عن تجربتي أنا من أول أصل من أول من قبل ما أزوج. كنت دائماً أبغى غير عربي. بس جوت في الموجود. جوت في الموجود. لا أمزح بس أنه قصدي نصيبي. بس أنه هالمرة وحتى فتحت أهلي بالموضوع. قلت لهم أنه أنا إن شاء الله لما أختار المرة الجاية. رح أختار أكيد ما رح يكون عربي. إن شاء الله بإذن الله إذا ربي يعني كتب لي نصيب. بس أحس رح أكون مرتاحة أكثر. أهلك كنت عايشين أو متوافقين مع الأيش اللي عايشيتها يعني. خلاص تأقلمه يعني بعشر سنين ترى عمر. يعني عشر سنين عمر. أنا عايشة بمكان معين وهذه طريقة حياتي وهذا شغلي. خلاص يعني تتأقلمه على الوضع. أبيك شبتك أنا الله يرحمه. على فكرة كتير هيك تأثرت بوقتها. أنا لأنو كنت عم تبكي بحرقة ومن قلبك. وعلى فكرة أنا بحس فيك شغلات كتير حلوة. روزي يعني عنديك شغلات رائعة بشخصيتك نفسيتك. بس في كم هيك كم شغلي أنا مش يعني بتحفز عليه وبالنسبة لي يعني كجرتك. أكيد أكيد طبعا يعني الناس يعني الناس تختلف بالتفكير. بس أنا أنت كإنساني على فكرة بحس عندك صفات رائعة جدا. شكرا. والله يعني الطيبة العفوية الصدق مع النفس هيد السلام الداخلي اللي بحسك كتير عندك طيبة يعني. وشفت هيد الحرقة بدموعك لما أنتو عم تبكي بوقتها. كنت كتير صحبة أنتو بايك مع أنو كان لك فترة طويلة مش شايفيتو. لا أنا باب الله يرحمه كتير كنا كنا جربين من بعض. يعني كان ما يعتمد إلا علي. يعني حتى مع أنه أنا مو أكبر وحدة من خواتي وأخواني. بس أنه كان يشوف فيني البنت المسؤولة. البنت اللي أنا إيش ما حطيت من حمل عليها تتحمل. أد حالة يعني. أد حالة بالعربي. فكان دائما الله يرحمه. يعني حتى لما كتب السعودية قبل كان أي شيء يبغى يجي يقولي أنا. يسأل رأي أنا. يعني كنت أنا الوحيدة اللي ناديني. يتأكد أنه أنا موجودة. يعني كان مرة مرة يعني يحس أني تفكيري حتى مثل تفكيره. ولما جيت أمريكا نفس الشيء كان يحس أنا المسؤولة. لو صار شيء أي شيء في الحياة معه يدق عليه يقولي أنه كذا صار. أنا بزنس يدق عليه يقولي لأنه يحس أنه أنا الفاهمة في الأمور هذه. ومناسبة يعني. لم تكيتي بهذه الحرقة هذه. لأنها غصة وبتظل غصة طوال عمري يعني. أنك ضليت خمس سنين ما شفتني. أنه ضليت خمس سنين. أنه صعبة كانت خمس سنين ما شفتو. وكل يوم كنت أقول له بابا تعالي يعني أنا كان بسببت أوراقي يعني ما أقدر أطلع. وكنت أقول له تعالو هو الله يرحمه يعني كان يحس أنه لسا عندنا وقت بنشوف بعض. نلتقي بمكان ثاني أنا ما أحب أمريكا. أقول له بابا طيب أنت ما تحب أمريكا. أنا ما أقدر يعني أطلع على الآن عشان ظروف الفيزا. تستاهل أمريكا وتستاهل هذه العيشة. روز أنك أنت تبعدي عن أهلك وعن أهلك. ما يفكر. يعني ما فكرت أنه بابا رح يموت. ما شاء الله يعني كان صحته وعفيته وما في شي يعني. يعني فجأة الموت يأخذ الإنسان منك عرفت. يعني ما فكرت لو أدري واحد بالمية أنه رح أبوي اللي متعلم قفي رح يروح بلحظة. كنت تركت يعني؟ لا كنت تركت كل شي ورجعت. بس ما كنت أدري. يعني ما كان أحد حاسب حساب هذه اللحظة يعني. ميت راضي عنيك؟ من نوع اللي ما يحب يظل بالتليفون كثير. يحكي كثير. ما يحب يحكي كثير. ما يحب يحكي كثير. كيفك شخبارك؟ ما يحتاج لشيء؟ ما يحتاج لشيء؟ ما يحتاج لشيء؟ خذي أمك. فما كان يطول يعني بالمكالمة كثير. بس هالمرة ساعتين قاعد معي بالخط. ويسولف وحشتيني يا بنت أبوكي. ومتى جاي ومتى نشوفك. وأنا بطلع فيزا باجي أمريكا قرر يأتي أمريكا. قال مع أني أنا ما أحب أمريكا بس باجي. يعني في مخه فجأة قرر. يعني خمس سنين أنت مات بي تجي. فجأة قرر. أنا ما جاء في بالي ولا واحد بالمئة أنه في شيء. كان يقول لي. يعني كان يقول لي أنه بالعادة لما نفتح بزنس. دائما أقول لي أفكار بأمريكا شوفها. سويها بالسعودية. سوي البزنس هذا. فكان دائما يقول لي يلا نسوي مع بعض. أرسلي لي صور. هالمرة ما أدري. اسألي أمك وخواتك. وماما وخواتي يعني ما لهم بالبزنس. فكنت أقول لي ليش أسأل ماما وخواتي يعني. مرة ما لهم بالبزنس أصلا. فأقول بس أسألي أمك وخواتك. قبل ما أقفل. انتبه على أمك وخواتك. ما وصيك على أمك وخواتك. ولا جاء في بالي. قلت لي ممكن بس قادي سولف. نمت صحيت على اتصالات من أخواني. توقعت أنه بس يبقون يسولفون أو شيء. ومثل ما صار ووصلني الخبر. ومثل ما قلت أنه بابا توفى. الله يرحمك. الله يرحمك. بكرت بعد ما صار هيك أو شيء. أنه تتركي السوشال ميديا. تبعدي عن هذه الأجواء أو كذا أو. نهائيا. أنه يعني يجيتك هيك مثلا. فكرة أو حسيت بعيدة زنب أو شيء منها. لا لا. لأنه ليس السوشال ميديا اللي بعدتني عن. أجواء يعني العيشة اللي عايشت أو الحياة. تجيك بترودك هيك أفكار أنه مثلا. أنه أو بتتعب أو لما توصل إلى مراحل ضغوط الحياة والناس والإشعات والخبريات. لا يعني أنا عارفة أنه الضغوطات اللي تجيني من الإشعات أو من الناس اللي تتكلم أو من أي حد أنه هذا الهدف أنه يبوني أوقف. هدفهم أنه ما أكمل أو أستسلم أو. بس لا أنا ماشي بطريقي وهذا حلم بالنسبة لي. وأبغى أكمل يعني ما في أحد بيقدر يوقفني إن شاء الله من غير شر. أمتى كان مرأتي بأصعب هيك زرف أو مرأتي بزرف كثير صعب عليك يعني. وأنت لحالك بالغربة ولحالك هونيك يعني بهيد الحياة يعني لفتات يعني مش مش سهل يعني. شو أصعب وقت مرأتي فيه؟ شو كيف كان؟ كيف عشتي؟ الثلاث سنوات الأخيرة هي أصعب سنوات حياتي ولازلت قادة أعاني منها. صعب لأنني قادة أحارب هناك وقادة أحارب يعني وقادة أحارب مع نفسي يعني أنا لحالي. وأهلي ما قدر أحملهم فوق طاقتهم لأنه عارفة ما بليت حيلة. يعني بس كده أجاهد مع نفسي ومضطرة أني أسكت وما أتكلم ولا أقول ولا أشتكي بالعلن ولا أقول أحتاج أحد يوقف معي. لأنه شكوة. ليش ما بتقول ليش ما بتطلبي يعني مثلا أنه أنت مثلا بهك زرب أو بهك وضع يعني تسألي حدا من بلدي من كذا يعني تناشدي أو تقولي أو كمان الإنسان يعني عنده كمان مقدرة على التحمل وكذا يمكن هني بيشوفوا صورة رازها الحلوة وصورة رازها القوية والمش مكسورة والمش ضعيفة والمش بحاجة. مفتكرينك أنه كتير قوية أنت مش بحاجة لشيء. مفتكرينك أنه عايش أنت أحلى عيش بالعالم. حلو صيت غنى ولا صيت فأر. لا بس أو شي الشكوى الغير الله ما زل. ولما أتكلم بالسوشيال ميديا ما حدا بيفيدني مجرد رح أفتح مجال للقيل والقال. و الله حطني الله حطني بظرف. هذا الظرف كتير صعب والله ما حيعطيني شيء فوق طاقتي. لما الله يعرف أنه أنا رح أتحمل رح يعطيني للحد اللي أنا أقدر أتحمله. والحمد لله أنه الله ما يعطيني هالشخصية القوية أنه أنا أقدر أتحمله وأقدر أواجه مع نفسي. وقاعدة أتعلم يعني كثير أشياء بالثلاث السنوات اللي مضت تعلمت أشياء يمكن عن عمري كله. فبس أنا عندي أمل أن الفرج قريبة بإذن الله. والخيرة في ما اختاره الله. وإن شاء الله بإذن الله أنه ربي مخبيلي شيء أحلى بكتير. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله بإذن الله. أنا رأيت بمرحلة كعابي هيك. لا شوف. وضع يعني ما عاشت هذا الظرف أو. لا لا. فكرت بالانتحار مثلا. فكرت شي مرة أنك تنتحره؟ لا يعني في فترة من الفترات إيه؟ فكرت أنك تنتحره؟ ايه في فترة من الفترات إيه إيه. بس مستحيل أسويها. كيف تنتحر بأي طريق؟ بالفرد ولا. لا. ولا تكبي حال. ولا تكبي حال. ولا تكبي حال. ولا تكبي حال. والله بالمشنأ. أي أسل طبعا هذا الشيء بس شار البليتي ما يضحك يعني ما بقوله بس إنه عم بس إنه شل. تجي يعني جتني فترة ضعف إنه حبوب. إنه يعني وصلت يا رب خذني وريحني. عرفت؟ بس إنه بعدها لما أطلع من الحالة اللي أنا فيها تكون فترة وأطلع. أقول لا. ليش؟ ليش أخسر حياتي أنا عشان الناس غيري تنبسط. هذا الهدف إنه روز ما تكون موجودة نهائيا. فأنا لا. بالعكس كل ما أجي أفكر فيها أفكر إنه لا. لازم أكون أقوى. ما يصير أضعف. لأنه حتى لما تجيني أخبار سيئة مثلا. أو أخبار يعني. يعني. ما أقدر حتى أقول لك إيش الأخبار. لأنه يعني خصيات مغلت تلك هي. فمت عليك. ولكن لما تجيني أخبار سيئة. ما صيح. عادي كذا. حجر. بس هيك بتكون عم تحسين جواتي. بس اللي صير شغلة واحدة. إنه أحسك إنه أحد خانقني هنا. وما أقدر حتى أبلع ريقي. يعني. ما هذا شو أشرح لك. بس إنه. بس أضل ساكت. لا أبكي لا أشكي لا أقول شيء. بس. شو بتلجعي بهيك وضع لما بتكوني. شو لمن بتلجعي. من الله. لأ الله. ما في حدا بيساعدني غيره. كيف تلجعي له. كيف تلجعي له. كيف تلجعي له. بتعي له. بصلي له. كيف تلجعي له الله. أنت يعني. بتأدي فرودك الإسلامية يعني. بتصلي وهك. الحمد لله أكيد. بتصلي وتصومي. أكيد طبعا. أكيد. هذوري مفروض علينا أصلا من غير مجال إنه الواحد يتكلم فيهم. والله برابع عليك يعني. ما عشي بالحياة. كروز. الظلم. الظلم. الظلمت أنت. آه كثير. ظلمت كثير. 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 ما أقدر حتى أقول كدش. والله. من مين. كثير ناس. كثير ناس ظلموك. أزوك. أم. أبشى حزية تعرضتي لها شو هي. ما أقدر أحكي. شفتي قدي صعبة إنه الواحد ما ما يقدر يحكي كمان. هو يمكن قصة زواجك أو شي. لا في كده كده شغلة يعني بس إنه. ما أقدر أتكلم. ما أقدر أتكلم. لأنه. ما أحب أطلع خصوصياتي للناس يعني. يعني. ضعفك أو شي ما بتحب تطلع. ليس أنا ضعفي بس إنه. أنا. يعني. أنا أقدر خصوصيتي. يعني. أنا من طلعت. كنت لغز بالنسبة للناس. ما يعرفوا مين أنا. إيش حياتي. هل أنا متزوجة. هل أنا متطلقة. هل أنا مخطوبة. هل أنا. ما أحد يعرف عني أي شي. يعني. أنا من نوعلي ما أتكلم. خلاص أقدر خصوصياتي. خصوصياتي. ولا زال. حتى لو في أحد. ودخلوك فيها. يعني. بضبط. ودخلوك. حتى لو في أحد طلع تكلم أو. مثلا. طليقي تكلم أو غيره. وحتى لو كنت مظلومة. وحتى لو كان. الواقع غير هذا. لا زالت خصوصيتي. أنا أموت لو أحد. تكلم خصوصي. وتدخل فيها. ف. أحب الخصوصياتي. أحب خصوصيتي. أحب يعني. أنه. كرما لك أنت. فترة. لا أحد أعرف. مزوجي. لا أحد أعرف. لأنه خصوصيتي. يعني حياتي خاصة. لو فتحت العلان الناس. ستتكلم. أوكي. ممكن أن يوم ما أقول. أنا مخطوبة. أنا متزوجة. أنا عندي عيال. يس. أكيد يوم ما أعجي وأصور. لأنه. هذه حياتي. لكن لا أعجي أقول لكم. إحنا زعلانين من بعض. إحنا فرحانين من بعض. إحنا عمنا نتآتل. إحنا. يعني خلاص. شي خاص. فالوضع اللي أنا أمر فيه. من كل الجهات. إن كان فيه محاكم. ومس بس على الطلاق ترى. فيه كذا. كذا شي ثاني. فلما أتكلم فيه. الناس تحب تبهر. وتحب تضيف. ما تنقل الحقيقة. يعني أنا لو جيتها. الآن قلت لك قصة حياتي. من إله. رح تأخذها الناس. وتبهر عليها. وتضيف الطريقة اللي هي تبغى. تسمعها أو تسمعها العالم. فبناس الوقت بيطلع غلطانة. وبيطلع قصة ثانية. فأفضل أني أكون ساكرة. كم ناس محزية؟ كثير. فيه ناس والله العظيم. أوقات أقول. يخي أنت لما تناموا. تحطوا راسكم عن مخدة. شو تناموا؟ كيف تناموا؟ يعني أنا والله العظيم. لما أزع على الأحد. وليس من قصد. ما أقدر أنا. إلي ما أعتذر. إذا كنت غلطانة. والله. يعني أحس أنه. إيش لون فيه ناس يغلت تجرح. وتسب. وتقذف. وتتنافق. وتنصب. وكل شيء. وحادي. ولكنهم مثوين شيء. يعني جبروت. ولكن العيش بأمريكا هناك أمان. وغير ما نشوف الأفلام من هذه الأكشن. والوصص يعني أنه ما بتخافي. أو كيف العيش فيه أمان كثير هناك؟ لا لا ما في أمان. بأمريكا ما في أمان. ما في أمان. لا ما في. تمشي وتتطلع وراك. ما في. تعرضتي لشيء محاولات؟ الحمد لله أنا ما قلت تعرضت لشيء. بس أنه أخاف. يعني أنا لما ماشيا. لما ماشيا. يعني أكون حريصة دائما. يعني ما تدري يا خيمين. لا أسمح الله يأتي. يرفع عليك سلاح. ولا يأتي بيسرقك. يعني حتى آخر مرة لما كنت محطة بنزين. الوقت كان 12 بالليل. ويعني هم. التاركت للناس اللي سياراتهم مثلا. فخما أو شيء. فأنا قادة أعبي بنزين بالليل. لفجأة جاء واحد. هوملس. شافوه حتى صورت بالسوشيال ميليا عندي. جاء قاعد يوقف عند سيارتي. ويبي يعبي لي بنزين. يعني ما تدري هم يبوي ينضروك. أو يسرقوك. أو يبوي يساعدوك. يعني. يعني يخوف الوضع. عنجاد برجع بعد. شفتي بكيف دبي هون مثلا. دي أمان طبعا. والسعودية كيف الأمان يعني. ما بتحسي أنه أنت. ليش بتعرضي حالك لهك. لهك حياتي يعني. شوف أنا بأمريكا السببين. السبب الأول لأنه. قصة هذه اللي أنلا أنت على الآن فيها. وما أدري تخلصي لنا. لا مو بس هذه. يعني في أنه أول شيء. أنه ديزاينرز وكل الشركات الكبيرة. والبرندات هنا. موجودين هنا. أكيد بسعودية. أو بالخليج بشكل عامفي. هذا فيك عالمي أنت. هذا فيك عالمي أنت. هذا فيك عالمي. أكيد. وغير هذا. أنه. الخصوصية. لأنه هنا. خلاص يعني. يعني. أنا. بينهم. تحت أنظارهم. ما في شيء يتخبأ. يعني أنا. لما جيت. توني جاية. سمعت أخبار. المشاهير كلهم. ما أقلت. ما تفعل. ما أقلت. ما تفعل. ما أقلت. يعني. ما هي تخبأ. أنا. بأمريكا. سماحة داري. تتواجت. أتفعل. ما أقلت. ما أعرف. أحد يتعرف. وصلت للعالمية روز يعني. يعني. فينا نقول أنه أنتي. حطيت إجر يعني. بمكان. هناك. مجال الفاشن لو ذكرت اسمي. مجال الفاشن. مجال الفاشن. جميعا. حلو. يعني الحي مثلا لما نروح فاشن ويك الدزاينرز كلهم يعرفون مين الموديل روز. الباباراتسي كلهم يعرفون مين أنا ينادون اسمي يعني مجال الفاشن أنا يعني معروف اسمي هناك. طب ما دخلتي ما شفناكي بالتمثيل مثلا انو انتي او فت بي مثلا غير قصة الدعاية او الموديل او كذا ما فت بي بأمور مع انو هونيك البواب كتير بتكون مفتوحة. بالنسبة للتمثيل احسه انا ممكن اكون موهوبة بالتمثيل ما اعرف يعني ما قد جربت ممكن فيه موهبة مدفونة ما اعرفها. ممتابعين يا عفون عندي موهب مدفونة كبير. بس انو احس التمثيل فيه صعوبة وفيه وقت يعني التصوير ياخذ شهرين بعيد عن بيتك وممكن شي. ما ادري ممكن ما تدري المستقبل وش مخبيلي ممكن يصير ممثلة. والله ان شاء الله يا رب. ما تدري. طيب بدي سالك عم نعم كم شغلة بدي توصفي لي يهون. توصفي لي الخيانة. شو الخيانة؟ الخيانة؟ الخيانة من الاشياء او واحد. هو الشيء الوحيد اللي ممكن ما اخفر له. والخيانة ابشع شي بالدنيا. لانو الخيانة قرار. قرارك انت. فانت اذا قررت انك تخون. فانت ما بتساهل اصلا ان الواحد يتطلع فيك. لانو انا لما اختار اني اكون مع شخص. مع صديق او حبيب او زوج. هذا خياري انا. فانا لو ابغى اخون. ما رح اكمل معك. لان انت خياري. فرح اتركك. واروح ادور شي ثاني. ادور صديق اخر. او ادور زوج اخر. او ادور حبيب اخر. بس اشوف الخيانة قرار. الخيانة بالبزنس. كل شي. الخيانة ابشع شي. طررت الى الخيانة؟ نوعا ما. نوعا ما. نوعا ما. نوعا ما. خيانة مو بس. يعني ما اتكلم خيانة بالزواج او شي. خيانة بشكل عام. بالبزنس. بالزواج. وبالصداقة. فعشان كذا انا ما اثق واحد. ما بتوسع بهذا. ما اثق. ما اثق بظلي حتى ما اثق واحد. موضوع نفسي اكثر من الصدمة. تعرف لما صدمة 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 صدمة. فيصير انت عندك صدمة من العالم كله. فيصير ما تثق بحد. فهو موضوع نفسي. وانا قاعدة اشتغل. هل تعرف تقري الناس؟ تقري الشخص عندما تشاهده؟ احس بالانرجي. ففي ناس كثير احس كذا سبحان الله. هذا الانسان انا مرتحت له. هل تعلمت هذه مع الصدمات اتعلمت. فيه ناس اقول يا خي ما ارتحت لهم. فيهم شيء. سبحان الله ما يريح. وكلهم يقولون لا انت ظلمتهم ومدرعشة. قل انتظروا بيجي يوم. وبتعرفون انا ليش مو مرتحت لهم. سبحان الله يجي اليوم يقولون انت صادقة. فسبحان الله تحس بالانرجي حق الناس. في شيء كذا الطاقة. الغدر. الغدر. مغدرت انت. مغدرت كثير يعني. اي اي اي. انا شوف الخيانة والغدر واحد. يعني انت لما تخلني. هي نفسها غدرت فيني. لان انا بكون امنت لك بشكل كامل. معطيتك الثقة بشكل كامل. وانت تخلني وتقدر فيني. فانا اشوفهم كلهم يعني اللي ايش يسمونها. يعني كلمة يعني معنى كلمتين بمعنى واحد. فهمت؟ والحب. الحب. احلى شيء بالحياة. والله. اي الحب احلى شيء بالحياة. ان شاء الله يا رب يعني. بس ما عشتي انت. ممكن عم عيش لك. ما حدا بيعرف. والله ممكن هلا عم تعيش لك. ما حدا يعرف. لا. انا حياتي ممكن اي ممكن لا. بس انت دايما انه انت بتقول انه هاي دي حياتك الخاصة. اي انا اقدر الحب. الحب شيء عظيم يعني. طب هاي دي التغيرات اللي عم بصير بالسعودية. واللي صار طبعا ما شاء الله يعني. شو رأيك في يوماء يعني مثلا. ما خليتك انه انت تتركي هونيك وتجي. انا اقول لك. انا بالعكس. يعني. لو بقارن. هالحين. يعني. انا قاعد اشوف كلام الناس. وقاعد اشوف صور ومقاطع. وكل شيء عن السعودية. والتطور اللي ما شاء الله صاير. لو انه. يعني. احنا مو من نوع. الناس اللي مو من نوع تدخل بالخصصية. وكذا. وكان رجعت من اول يوم. انتي فاس كرميل. هاي دا موضوع اكتر شيء. الخصوصية هذه اهم شيء بالنسبة لي. فانا عارفة ومتأكدة مليون بالمئة. انه انا لما عيش بالخليج. لانه انا. معروفة. يعني تسأل الصغير والكبير اللي يعرف مين انا. ما حيكون عندي خصوصية نهائيا. يعني. انا لما اطلع مثلا مطعم ولا مكان. مثلا احد رح يصورني. ولا احد رح ينقل اخباري. ولا ايش سويت. ولا ايش. ولا ايش. انتي اقوى اقوى يعني بلوغرز او احد مؤثر سعودي تقريبا. طبعا في ما شاء الله اسماء ما شاء الله كلها مؤثرة ولا يعل عليها. بس انا اول عرضت ازياء سعودية وتقريبا الاكبر فولوينج وشهرة. انتي اقوى والله هندي الكحتاني. كل واحد له مجاله ما نقدر نقارن. يعني ما في مين اقوى. انت شوف بدك تشعل الشرارة. انتك هتحاول. لا والله هل عزيم. والله انك هتحاول. هو يرمي الفتيشة ويهرب. لا والله والسعين لانه بيد. يعني انه انتم عايشين برا. وعندكم حرية وجارئين. وقواية يعني اثنيناتكم قواية. فانا بس عم اقول انه مين بيقوله يعني مثلا ما بقوله. روز والله هندي الكحتانيا ومين اقوى. ما في مقارنة. اول شي انا عارضت ازياء. وهي بالسوشال ميديا وعندها عيالها وطريقة اسلوب حياة اختلف. فما في ما اقدر اقول والله انا اقوى من هند. هند اقوى. كل واحد له مجاله. حتى لو انا كنت اقوى رقم. ممكن تكون هي اقوى تأثير مثلا. فلنفترض. يعني كل واحد له مجاله. ما اقدر اقارن. يعني تقول لي مين اقوى انت ولا العارضة الفلانية. انا اقول لك مين. بس تجي تقول لي مثلا مين اقوى انت ولا العارضة. سوشال ميديا تأثير انه انتو يعني عنكم متابعين عنكم حضور اعلانات يا اختي. مين اقوى بالاعلانات. انت والله هي. كل واحد ما في مين اقوى. انا مجال اعلانات يختلف عن هي. انا متابعيني والتايب حق متابعيني والعمر حق متابعيني يختلف عن. فما في مقارن. ما تقدر تقارن. فكل واحد له مجاله. هي لها مجالها وانا لي مجالي. فما حقارن. تعيتو شي مرة مع بعض. لا والله اذكر ام طلال في صاحبة مشتركة بيننا. ام طلال. ام طلال اللي تطبخ. هي اللي ما اكلت بامريكا. اكل عربي. والله تأخذ من عندها. طباخة هي تطبخ اكل سعودي. اه والله. لشي بنفس الولاية هند الكحطاني. بنفس الولاية بس بمدينة تختلف. انا بلوس انجلس وهي في صنديقو. بنفس. يعني يبعد ساعتين ثلاثة. واروح اكثر من مرة صنديقو. بس ما حصل اني لتقيت فيها. واذكر مرة ام طلال قالتلي انه هند تعالي بيتها وعزمتني وكذا. بس ما حصل نصيب ممكن يوم اما. بيزعجك لما بيقولوا انه اصلك مش سعودة. بيقولوا انه انتي. لا تعوت علي شاعات. تعوت علي شاعات هذه. انتي اصلك سعودة. ايه سعودي من جد جدي. ليش بيقولوا يعني هك. لانه اول ما طلعت قلت لك اول عرضت ازياء سعودية. فبالنسبة لهم ما في بسعودية تصفته شكذا. انه عباجر او كذا. فلي ما عجبنا مو منا. بنحدف وعلي جنبنا. والله هيك. نعم لك اقول انه الناس خلاص صارتها الان تتقبل الاختلاف. خاصة انه سوش الميديا والتطور بالسعودية وكذا. بس على وقت اول كان الاختلاف صعب وما نقدر نتقبل. اعرفت. طب اين رايحة روتس. شو اللي بدك توصليله او شو الاهداف اللي براسك حاطيتك. العالمية اكيد. يعني انا قادا الحمد لله امشي فيه وماشية بالطريق الصح. بس انه هدفي انه اكبر اكثر ان شاء الله باذن الله. شهرتي توسع اكثر. وباذن الله يكون مو بس انه مجالي سوش الميديا يكون بالبزنس بعد. شو حاب تفوتي بالبزنس. ابغى ادخل مجال البزنس. شو تعملي. ادخل مجال البزنس. ادخل مجال البزنس. مشاريع. يعني اشياء كثير. يعني ما في شي محدد. دخلت ببزنس. شي عام ببزنس. هلأ انت شيلة. يعني في كذا شي بس مو ده. يعني شوف مشكلة انه مشكلة الطلاق. يعني خليها صعب اني اصوي اي شي. شربك. بالطب. فما تقدر انت تبني بزنس على اساس مو ثابت. فاساسه حاليا مو ثابت. فصعب اني اصوي اي بزنس او اي شي. هلو. شو عملتي عمليات تجميل انت غير من خارج. مين انا مثلا من خارج. انت ما عملتي من خارج؟ لا مو بسايا من خارج. وهدي الصور اللي بحطوا عبله. انا سوايد. وبعد. وين لب. بطولك صور لعلك قبله وبعد. ما في هذه كلها قبله وبعد. ياخدوني وانا اضحك. لا انا طبعا. ياخدوني وانا اضحك خشمي مفطوس. انت ما عملتي لمن خارج؟ لا لا ما عملت. عملت الجفن المبطن. وشافوه وصورت لهم يا لما سويت. سويت الجفن المبطن وبس. بس يعني. عملية لا لا. بس ان تشوف الصور مثلا روز. وهلا متشوف في كتير اختلاف. لا انت لو تروح تشوف صوري بالسوشل ميديا من 2013. من طلعت بالسوشل ميديا وهذا. هذا انا وشي. بس الناس تاخذ باضاءة شينا باضاءة حلوة. فعادي تعود فيه ناس تكبر خشمي وتحط. فيعن طبيعي. ممكن تلجح الى شي عملية. صراحة شوف انا خشمي في هنا مطبة. ما ادري ايش تسمون المطبة يعني في. يعني في. معكوف. شوي هون. بس خايفاء خربو. بس خايفاء. شوف انا من اول كنت ما شوفت يعني. لما اول ما طلعت بالسوشل ميديا كله بالتجميل. وكله يشبه كله. فكان عجبني الموضوع كنت ابغى اسوي. بس في شغلة. بعد اتعلمتها من الاجانب. انو البراندات تحب الاختلاف. ما يحبوا اللي ميسوين تجميل. عشان كذا انا بطلت اسوي فلر. يعني اول كنت اسوي فلر شفايفي. بطلت اسوي. طبيعيين. طبيعيين. فبطلت اسوي لانو ما يبغون الفيك. تشوف حتى لما تشوف العرضات الازياء العالميين. تشوف فيها اختلاف فيها. شي يختلف عن شي. نص وجه يختلف عن نص وجه. يبغون المميز. طبيعي. ما يبغون واحدة انو. كل واحدة نفس الخشن نفس الشفايف نفس العيون. فعشان كذا حتى بطلت اسوي لانو. يبون وجه طبيعي. شكرا كتير للك. ان شاء الله نكون هايك. خفيفين لطيفين. كيف كنت انا. خفيف لطيفة حاولت بس طلعت ابكة منك. والله ما بالعكس. والله انك حاولت. والله مسكينة. والله مسكينة. والله مسكينة. عرامة عليك يا روز. والله انا طيب. انا مشكلتي قلبي طيب. لا بشرفك بشرفك. قولي كلمة حق. بشرفك قولي كلمة حق. بدك يعني امدحك بمدحك. قناتك وبمدحك فيها. يا هكي. او والله يا. شو بدك انا بقول. سمعلي. لا انتي بدي تقولي الحقيقة. لا والله. شرفت بمعرفتك. وتوقعت صراحة اللقاء يكون اصعب من كده. كنت متوترة شوي. بكيتني. يعني ضربت على الوتر الحساس. انا ورلو بمعظدي يعني. لا هو وتر مرة حساس بالنسبة لي. بس دنيا لازم نعيشها. بكل صعوباتها. وبس انبسطت فيك وبشوفتك اخيرا بعد كل هالسنين. انا مبسوط اكتر والله. تسلم تسلم. شكرا لك. كل التوفيق يا رب. تسلم تسلم. يا اتك العافية.